سلام لبنات إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي أحسن أحواليكم اليوم إن شاء الله تحت طلبكم رح ندلكم عصير طبيعي منعش وبدون سكر يعني الأصحاب الحمية كذلك لمرضى السكري وصفة ناجحة وبزافة بنينة فكما رحكم تلاحظوا هنا نحتاج حبيبات انتع فراز وحبة انتع ليمون أصبر كبيرة شوية نحتاج وريقات انتع نعنى وباش نحل العصير انتعي نحتاج هاد المحلول انتع كونديث ولأنكم سقفيتوني عليها بزافة في الفيديو السابق فحبيت نعرفكم به لبنات كونديث هادا هو محلي خالي من السعرات الحرارية وغير مغضي محلول مستخرج منه السكر الطبيعي وما يمشيش في الدم خالي من المواد الحافظة معناها هادا شي يخليه خالي من كل اعراض جانبية يعني ما في حتى اعراض جانبية محلي هو سبيسيال كونديث للحمية الغذائية يعني منصوح به للناس اللي دارة ريجيم اللي عندها ثمنة ووزن زايد وكذلك لمرضى السكري طبعا اللي يحبوا يستعملوه هي لبنات سيدون قلكم استعملوه طبعا اذا حبيتوا بعد استشارة الطبيب هو بديل يعني مثالي للثكر وتقدروا تستخدموه في اي حاجة في المشروبات في القهوة تاكم كيما انا يعني نشرب به القهوة في التاي في الكونفيتور في الحلويات في يعني في كل شي اللي هو بديل كيما قلت لكم للثكر ما يمشيش في الدم راهوا لبنات متوفر في جميع الصيدليات وباش يعني تزيدوا تشوفوا معلومات اكتر عليها هاي لا نوتيز تستيعوا تلقاوها الداخل ورح نخليكم لباشنتهم في فيسبوك حض موفق للجامع هنا حبيباتي اخذت الفراول انتاعي كماشتو قطعتها الى مكعبات صغيرة ورح نميكسيها جيدا باللبغة ميكسر حتى نتولي لنا بيوري طبعا كيما قلت لكم اللي حبت تذيره كمية اكبر فبامكانها ضاعف المقادير هاد الكمية اللي مديتها لكم رح نديلكم حتى الزوج كيثان انت عصير اذا فالا نحط هاد الابيوري على الجنب ورح هنا في وعاء ناخد هاديك الليمونة انتاعي رح نبصرها ناخد المبصورة انتاحة ونسي منوصلش الداخل معناها من نربيش هادك البيت لانه يعطينا مرورية للعصير انتعنا ببرك المبصور هادك الاصفر قسمت الليمونة انتاعي على زوج ورح نرحيها نخرج العصير انتاحة كامل بهذا الطريقة اذا الليمون تاكم لجغل هادك الليمون اللي ما فيش العصير ديرو زوج يعني ديرو زوج حبات انتاع ليمون بعد ما تحصلت على العصير انتاع الليمون انتاعي رح نفرغوا على هادك المبصور بهذا الطريقة نخلطهم مع بعضهم بالفوي وهنا في هاد المرحلة يا لبنات رح ناخد هادك لاب يغين تاع الفريز رح نضيفها للعصير تال ليمون انتاعي نزيد نخلطهم هكا مع بعضهم بهذا الشكل ومبعض يا لبنات رح ناخد ورقات انتاع نعناع ليم يحبش يعني ريحة النعناع ولا ما ما يحطوش يعني هنا مكاحتهم مشكيلة نزيد نخلطهم بهذا الشكل ورح نضيف الماء تدريجيا ونشوف معناها حتى نوصل القوام العصير اللي حيبته انا حبيته يجي تقيل يعني ما تكترس الماء حبيته يجيه معتادل يعني يشوفوا زيدوا الماء وهذوا بالملعقة وشوفوا حتى توصلوا للقوام العصير انتاعهم ليكون مناسب كما حبيته انا ما نحبوش تقيل بالذات ما نحبوش ومامطان يجيه ماء خفيف يعني يكون معتادل في القوام انتاعوا بهذه الطريقة والان يا لبنات رح نخليه ثاعتين في الدلاجة حتى هذك النعناع يطلق النكهة تاعوا والعصير يتنكه جيدا بهذاك المبشورة انتاع الليمون ومبعد نرجع لكم ان شاء الله با هنكملو الخطوة الموالية بعد ما فاتوا الثاعتين يا لبنات كما قلت لكم رجعت هنا شبت صفية وفي انا اخر رح نصفي العصير انتاعي من هذك المبشور ومن هذك النعناع طبعا بعد ما دينا النكهة تاعوا في العصير يعني النكهة تاع النعناع تزيد وبنع لبنع وريحة طيبة رح هكا بسباتيول نهبط هذك العصير يعني نعصره جيدا في هذك المصفات نتخلصو حتم البودور الثوداء انتاع الفراز وتلا بيغي هذك تاع الفراز والان رح انحليه رح ناخد رح يعني نضيف بثلاث قطرات ربا قطرات ونشوف هنا كيعود ماء يعني عادي ولا قهوة ذوش قطرات يكفيه لانه ذوش قطرات من كونديث تحلي لك فنجانة قهوة بشكل جيد وبما انه الفرازتان حامض وليمون حامض فهنا مجموع القطرات اللي ضفتهم ضفت 12 ان قطرة انتاع هذا كونديث القارورة فيها مئتين قطرة هنا كماشتوها هي النتيجة طبعا نضيف وندوق حتى بينلي بلي معليش الحلوة تعولة مليحة والسعادة حبز تفرغتو كماشتو وغطكم يجي ما يعادل زوجة كيسان يعني عصير طبيعي وزيد يالبنات صحي مئة بالمئة بالنسبة للناس اللي يعني ما حبوش يديروا كونديث ولا ما عندهم مش متوفر عندهم ديروا معناها السكر عادي واشنو تحطوه في المرحلة قبل ما تدخلوا العصير الفريجيدار بهيدوا بهذاك السكر انتاعكم بشكل جيد مرة على مرة طبعا تخرجوا وتحركوا بش تضمنوا بلي هادك السكر داب وهنا وصلنا الى نهاية الفيديو ان شاء الله الوصفة التالي يوم تكون لتاعجبكم ورداكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته